وخلال استضافته في برنامج خاص أكد سعدة السيد ممدوح الصالح عضو مجلس نواب أن مشروع العقوبات البديلة حقق تقدما كبيرا لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان أعتقد سبع سنوات مر على أمر هذا المشروع أو الفكرة تحديدا أطلقها فارس عربي هو جلالة الملك أعتقد أن اليوم نحن محظوظين جدا خصوصا في السلطة التشريعية لما تجينا مراسيم أو قوانين تهتم في المواطن بالدرجة الأولى وأعتقد أن اليوم نحن لما نتكلم عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين تقدمت بشكل كبير وتميزت بشكل أكبر أعتقد والهارموني الموجود هذا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتنفيذ توجيهات سيدي جلالة الملك لأن كان إليه دلالة جدا كبيرة ترجمة نانسي قنقر